خدعوك فقالوا أمة ضحقت من جهلها الأمم أحبطوك وقالوا مش معقول دول اللي بنوا الهرم سرؤوك وقالوا إحنا أصحاب الزمم لم نكن جهلاء في يوم من الأيام ولكنهم أرادونا جهلاء لم نبني هرما واحدا وإنما بنينا بدلا من الهرم عشرات الأهرامات بنينا هرما للحديد والصلب في حلوان والدخيلة بنينا هرما للنسيج في المحلة وكفر الدوار بنينا هرما اسم السد العالي في أسوان بنينا هرما على أنقاض خط برليف في تلاتة وسبعين وبنينا هرما طبيا في المنصورة أرادونا أمة بلا علماء حتى يقودنا عقاطيع من الأغبياء أرادوا أن نظل فقراء حتى يظلوا وحدهم الأغنياء لم ترهبهم صرخات المنتحرين حرقا أمام أبواب مجلس الشعب لم تستعطفهم دموع المنتحرين شنقا على كبار المحروسة صموا آذانهم وأغمضوا عيونهم لم يسمعوا سوى الموسيقى التي أرادوها في حفلات السمر ولم يروا سوى المشاهد الخلابة التي أرادوها في لسان الوزراء نحن أمام جريمة قتل جريمة قتل عمد مكتملة الأركان جريمة قتل شعب كامل قتلوا إرادته ودفنوا طموح أبنائه القرائن تتمثل في الكآبة المرسومة على وجهنا والجراح التي تسكن أروحنا الشهود خمسة وتمانين مليون مواطن تمسوا ماضيهم وسرقوا حاضرهم لكنهم لن يضيعوا مستقبلهم الأدلة قطارات محروقة وأوتوبيسات محطمة وعبارات غارقة وكرامة مدهوسة بر وجوه عايزين عدالة في القضاء والله الأفضل ننتظرها من السماء خايفين نقول في النهاية القانون لا يحمي الطيبين ضيف النهاردة مهمته ترميم انكسار الروح وملاحقة كل من يتجرأ على خدش الإنسانية بسوء هو صلب كدرع اعتاد تلقي الضربات عن المظلومين يدونها في سطور دامية ويحولها إلى مدونات للحرية وأجراس انذار تحذر الأمم من العودة إلى طلاع هو الأستاذ حافظ أبو سادر رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أشكر جدا مقدمة الرائعة الله يخبرك دائما متألق الله يخبرك اشتركوا في القناة